وارجو والكلام ده بقى من القلب ارجو ان الجماهير الاهلي لا تحمل يحيى عطية الله النتيجة كبيرة لخسارة الاهلي اولا حظوا وحش ان الكرة اللي تقطعت منه حظوا وحش طبعا ما كانش له لازمة الكعب ده بس يعني انا مع امام عشون عمل 3 كعوب وحشان الشعاد عمل مش عاب ايه بس ما تردوش بجول فمش حقدر للمه لانه خلاص توفيق ربنا اراد ان الكرة دي تقطع وتروح لعمر جابر بالشكل ده وناصر منسي يجيبها بالشكل ده فلا تحملوه هتقولي ده كمان ضايع هقول دي مش غلطته دي غلطة اللي خلاي شوت دي غلطة اللي خلاي شوت دي غلطة اللي خلاي شوت اللاعب جلسة جديد وبطولة مهم نفس اللي عمله كولر في مباراة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الافريقية السنة اللي فاتت الاهلي يخص له برضو بسبب التعالي وبسبب ان الكولر اشتق السفقات الجديدة في غير محلها المرة دي حتى لو هو بيشوت كويس ما تخليهوش شوت في الفانالتيات دي قاديك شوطته وقاديك ضيعته وضيعته تضيع الفانالتي وضيعت اللاعب معاك لعيبت الاهلي كلها جمال الاهلي كلها متضايقين دلوقتي من ايها يا عطيات الله؟ محينا بقول لكم ان هو صفقة كويسة جدا ده لا ده ظاهير ايسر منتقى بالمغرب واحنا لسه هنقيمه مع بعض بس ما تحطوش في ظروف يبقى عليه الضغوط الفضيعة دي وتخلص عليه في البداية دلوقتي ايها يا عطيات الله حيفضل شايل زم بان هو السبب لفترة طويلة لحد ما يفك منها بقى والحقيقة انه مش هو السبب فيه اللي حسن منه ضيعته فينالتيات بس انا ما شوتوش قاديها لأي حتى لي ضيعتها من لعيبت الاهلي الادام عادي لكن ده لا خصوصا لما يكون الجن جاي من عنده وهو ادارة الضرق الفنية للمطش مش حسابات بس موأمة وتفكير خلاص انا الجن ده جاي من عند ايها يا عطيات الله؟ اكيد نفسيا مش تماما قدينوا بقى كمان يشوت ضرب الجزاء حاسمة ليه؟ معندي 11 لعيب تنين بيشوتوا ايه المشكلة؟ فالحقيقة كان كل القرارات خاطئة من الاهلي تحضيرا واداءا وكل شيء وطبعا مش هتكلم بقى عن الحركة بتاعت دي بتاعت رامر ربيعة وعمر كمال لان انا في رأي ان هم دلوقتي يعني بيتحقق معاهم وهتقسم لهم عقوبة محترمة جدا 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 لان دي مش الاهلي كلمة اخيرة ودي العلاقة كمان بالموديل الاداري وقط اللبس عجنت الاهلي مكنش فيها الحاجات دي بالعكس ده الاهلي كان بيستفيد من الفرق اللي بتعمل معاك كده فاكرين الكعب بتاع الشيبي في ماتش بيرامدز كعب بتاع الشيبي الاهلي تاكي مش عام ايه وخلص الماتش بيه بتجون بتاع وسامبه وعلي وبرضو ماتش مش عارف الرجاء ولا كان ماتش ايه بتاع السوبر كنا بنلاعب بتالي فرقة مغربية وراحوا خلاص فاضلهم ما كاسبينوا واحد صفر الرجاء بتاع وفاضل تلات اربع دقايق وبتلوا مش عارف ايه وراحوا الجمهورهم يحتفلوا ويضيعوا الكرة يطلعوها برا ويصفروا ويحتفلوا وبتاع فالاهلي امكابسوا في اخر دي اطار محمد طالع وتفتكروا احرز التعاد وبعدين الاهلي كسب بضربات الجزاء فالاهلي هو اللي كان بيستفيد من اخطاء الاخرين دي مايجيش النهاردة واحنا اللي نرتكبها فارجوكم بصوا على قط اللبس وهاتو حد يزبط الاداء الله يمسيك بالخير يا كابتن سيد الله يمسيك بالخير يا كابتن سيد